أعزين تسمعوا الرأي أن الشهادة مهمة جدا؟ أستاذ جمال أنت جاهز؟ جاهز معك خمس دقائق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا يا شباب احنا عزين نفرق بين أكتر من حاجة بشكل بسيط جدا الشهادات عموماً الشهادات هي مستويات عندنا الشهادات التأسيسية يعني عندنا مثلاً الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية والشهادة الباكالوريوس أنا بعتبر الشهادات دي شهادات تأسيسية وفي جزء آخر اسمه الشهادات العليا دراسات عليا يعني ماجستير دكتوراه أو دبلومات أنا أستطيع أن أقول أنه فكرة الشهادات التأسيسية هي مهمة جداً بالنسبة لك تخيل نفسك تخيالي نفسك لو أنت أو أنت ما بتعرفش تكتب مثلاً دي مشكلة كبيرة يبقى دي مسألة في غاية الأهمية على الأقل على المستوى الاجتماعي وأنا هنا أستطيع أن أفرق بين العلم اللي أنت بتتحصل عليه من خلال مناهج تعليمية وبين سوء بعض المناهج التعليمية نحن عندنا مشكلة وخصوصاً في العالم العربي في قضية المناهج بمعنى أنه حتى في طريقة الاختيار أنتم تعلمون أن الطالب يوجه منذ الصغر وخصوصاً في بعض الأماكن في كليات الطب كليات الهندسة اللي بيسموها أحياناً كليات القمة لا أنا ضد القصة دي أنت شوف رغبتك فين الحرفية اللي أنت تستطيع ولذلك في أوروبا مثلاً في غالب الأحيان بيعملوا إيه بيخلوا الطالب بيدخلهم فيه ورش عمل كده ويشوفوا كل واحد إبداعه في إيه والكلام ده بيبدأ من الصغر إحنا عندنا مشكلة في سياق التعليم ككل حتى المشكلة في الأساس في ميزانية التعليم ميزانية التعليم نفسها في بعض البلدان القريبة مننا للأسف وأنا طبعاً لا أعترف بها كدولة وهي دولة إسرائيل أو ما يسمى بدولة إسرائيل أكثر نسبة في الصرف على التعليم في منطقة المنطقة العربية فدي إشكالية كبرى فإذا أنت بالنسبة لك التعليم أو الشهادة الجامعية هي مهمة وأنت افعل مقارنة بنفسك أو أنت فعلي مقارنة بنفسك شوفي واحد متعلم واحد مش متعلم واحد حصل على شهادة واحد على محصول شهادة طبعاً لكل قاعدة شواز يعني فيه ناس بتبقى نبغى يعني فيه ناس فعلاً على مستوى التاريخ ما خدوش يعني دراسات عليا مثلاً بس اشتهر العقاد ما كانش معه دكتوراه مثلاً والكلام ده فأنا كما قلت وأؤكد مرة أخرى أفرق بين الشهادات التأسيسية والشهادات العلي أنت مش عايز تأخذ شهادة العلي أنت حر دي واحدة الحاجة التانية حتى تعضد الشهادة اللي أنت شغال فيها دخلت كلية الهندسة كلية الأداب إلى آخر مهم جداً أن يكون لك ثقافات وقراءات خارج المناهج هذا أمر يزيد من معلوماتك أو معرفتك بيئة تخصصك أنا أدعوك من الأول خش تخصص وخد شهادة أنت حبيبها ليس الأهل يقول لك مثلاً خش الناس دلوقتي بدأت تتفكي شوية من القصة دي طيب؟ تمام الحاجة التانية أو التالتة وهي مهمة في نظري مسألة أنت تمتين حرفة أو أنت تمتين حرفة يعني أنا ما عرفش ما عرفش بنتي مثلاً ما عرفش أنها ما تعرفش تطبخ في البيت دي مسألة بالنسبة لي كبيرة والحمد لله بنات كلهم بيتبخوا كويس يعني كويس كويس يعني فالله أنا عايز أقوله دي مهنة مهمة أنت عملياً لأنك أنت في البيت عنصر مهم وأساسي لو أنت يعني ما كملتش الدراسات العليا أقولك مش مشكلة بس اجتمي ببيتك وتعرفت أنت عندك مهن مختلفة جداً أنت مهندس ممكن وانت شغال في كل تندسة وعتفاكك تعمل تشتغال في مهنة الكهربائي مثلاً المانع فأنا شخصياً أنا أجيد جداً مهنة النجارة جداً وامتهنتها وكنت وأنا صغير كده أقف في المعارض عندنا وورش النجارة والأخيرة ومع هذا كنت أبرع جداً في دراساتي الشهادات ثم بعد ذلك قدر لي أن استمرت في ماجستير ودكتوراه ودبلومات إعلام والسياسة إلى أخيرة فأنا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الشهادات العلمية التأسيسية هي مهمة بالنسبة لكم جميعاً بنات وأولاد لأنها بتديك ثقافة أساسية وأولية وزي ما بقولك حط نفسك كده لو أنت ما تعلمتش أو أنت حدي قريب ليك أو أخ ليك أو زميل ليك أو جار ليك ما تعلمش بصوله وشوف طريق التعاطيم على الحياة والتصرف العام فدي نقطة أنا أظن أنها في غالة الأهمية فالشهادة مهمة الشهادة التأسيسية إذا كان لديك استطاعة والمجتمع والبيئة وإمكانياتك المادية استطاعت أن تدفعك دفعاً إلى أن تأخذ دراستي عليا فهذا جيد فنحن في عصر التخصص وهذا التخصص مطلوب من أجل الحصول على العلم والمعرفة شكراً جزيلاً لكم شكراً يا دكتور جمال تحياتي